اشتركوا في القناة ونطر على منطقتين جازان وعسير ايضا هناك طقس شديد الحرارة في المناطق الغربية وخاصة في منطقة مكة المكرمة مشاهدين فاصل ونواصل مشاهدين اهلا وسهلا بكم مرة اخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ ان المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية حارة شديدة الحرارة في المناطق الغربية هذا اللون الاحمر الغامق ومثل درجات الحرارة شديدة الحرارة اللون الاحمر اقل قليلا لكن الاجواء حارة اللون الاصفر اقل درجات حرارة وبالتالي يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المناطق الجنوبية والوسطى والغربية من المملكة تقريبا حتى نهاية هذا الاسبوع وبتكون واضحة يوم الثلاثاء ايضا الحرارة بتكون شديدة في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية الاحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة في الرياض اجواء معتدلة الى حارة نسبيا او حارة نسبيا الى معتدلة والصغر المتوقعة بحدود 26 درجة مئوية الاحوال الجوية المتوقعة لثلاثة ايام قادمة في الرياض اجواء حارة ودرجات الحرارة واضحة وتتجاوز الاربعين بتوصل العظمى في الرياض بحدود 41 درجة مئوية ايضا حارة نسبيا ليلا يعني حارة نهارا حارة نسبيا ليلا العظمى 41 والصغر 27 درجة مئوية يوم الخميس اجواء مغبرة حارة والعظمى المتوقعة في الرياض 39 بينما اثناء الليل اجواء معتدلة او حارة نسبيا الى معتدلة والصغر المتوقعة 26 درجة مئوية يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة اجواء حارة نسبيا الى حارة اثناء النهار لكنها معتدلة اثناء الليل العظمى المتوقعة يوم الجمعة 37 بينما الصغرى المتوقعة يوم الجمعة بحدود 24 درجة مئوية هذا في الرياض أما الأحوال الجوية المتوقعة في المدن والمناطق المختلفة من المملكة المناطق الشمالية منطقة سكاكا والعرعر وتبوك أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار لكنها لطيفة ليلا سكاكا 3219 عرعر العظمى 32 والصغرى 20 تبوك العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية المناطق الغربية أجواء حارة المدينة المنورة 39 العظمى والصغرى 27 جدة أجواء معبرة و38 و25 مكة المكرمة أجواء شديدة الحرارة العظمى المتوقعة 43 والصغرى المتوقعة 26 درجة مئوية الطائف 33 إلى 22 درجة مئوية المناطق الجنوبية الغربية من المملكة الباحة وأبهة جواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر الباحة العظمى المتوقعة 27 والصغرى 20 أبهة 28 و18 وجازان العظمى المتوقعة 35 والصغرى 30 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة نهارا الحفر الباطن 39 العظمى والصغرى 23 الدمام 37 والصغرى 26 الإحساء أجواء حارة والعظمى المتوقعة 42 والصغرى 27 درجة مئوية بينما الأحوال الجوية المتوقعة في منطقة الرياض والمناطق الوسطى حائل أجواء مغبرة 33 و20 بريدة أجواء مشمسة نهارا وحارة نهارا أيضا 39 وأثناء الليل تكون معتدلة والصغرى المتوقعة 24 درجة مئوية الرياض أجواء حارة والعظمى المتوقعة 41 والصغرى المتوقعة 27 درجة مئوية مشاهدينا الأعزاء في المملكة العربية السعودية شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة